احداث كتيرة النهاردة انتخابات اتحاد الكرة في موعدها المحدد يوم الثلاثة ان شاء الله خلاص هي الكلمة الاخيرة كلمة القضاء المصري الكلمته الانتخابات في معادها والامور خلاص واعتقد ان دلوقتي الموضوع في السندوق هناك بعض استشكالات لربما تقدم بكرة من الكابتن حازم الهواري وتورى صاح الهواري ولكن كان فيها قويل مبارح واشعات كبيرة جدا ان الانتخابات تتأجل ولكن خلاص الانتخابات في معادها يوم الثلاثة والنهاردة كان فيه اجتماع داخل اتحاد الكرة للعميد ساروت سويلم الرئيس اتحاد الكرة المصري واريت نجيبه على التليفون هيبقى معانا ان شاء الله باذن الله وقال ان فيه ترتيبات للانتخابات خلاص هتتعمل الانتخابات هتكون تعمل في 6 اكتوبر في قاعة منتمرات في 6 اكتوبر واعتقد ان فيه تنظيم على مستوى جيد جدا ده النهاردة بعض اللقطات من داخل محكمة القضاء الاداري وزي ما انتم شايفينهو الاستاذ محمد المشطة ومجموعة من مسشار الاتحاد والمسشار حسن عفتاح وعدد كبير من المحامين كان فيه قضايا كتير جدا النهاردة الحياة ما بيناش عارفين يعني نعدهم من كتر ما هم كل يوم قضية ولكن خلاص من حق كل واحد ان هو يروح للقضاء المصري ولكن الحمد لله بفضل الله البلد دي ايما وقف على رجليها طول ما فيه قضاء مصري عادل والجميع يحترم القضاء ولا نعقب على احكام القضاء مطلقا ترجمة نانسي قنقر